كثيرا الحقيقة ما سمعنا عن الإسلاموفوبيا فما هي ولماذا توجد في الغرب بشكل كبير الإسلاموفوبيا مصطلح إنجليزية تكون من كلمتين الإسلام وفوبيا التي تعني رهاب أو خوف والمصطلح يعني رهاب الإسلام أو الخوف المرضي من الإسلام وهو يشير إلى التحامل على الإسلام وكراهية المسلمين والخوف منهم واتخاذ كون مرء مسلما أو مسلمة سببا كافيا للاعتدائي عليها ظهر المصطلح لأول مرة عام 97 عندما استخدمته جهة بحثية سرية بريطانية تسمى رينميد تراست لإدانة تنامي مشاعر الكراهية والخوف من المسلام والمسلمين في دراسة بحثية هدفها تصليط الضوء على الظاهرة بعنوان الإسلاموفوبيا تحدي لنا جميعا رغم أن المؤشرات على ارتفاع نسبة الإسلاموفوبيا بدأت منذ عقود بعيدة فإن القضية تحولت إلى ظاهرة عامة منذ نهايات القرن الماضي وتشكلت على الأرض بصورة لا في تأفي أعقاب الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر عام 2001 وهي الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة حين ذلك لعبت وسائل الإعلام الغربية دورا رئيسيا في تكريس الإسلاموفوبيا بحسب ما توصلت إليه عشرات الدراسات البحثية حيث اتسمت التغطيات الإعلامية الغربية في مجملها بالسلبية الشديدة والتعميم بل والتحريض ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام اشتركوا في القناة